وأسألك باسمك الذي دعاك به إسرافيل فأجبته والعرش على كاهله وهو فارش أجنحته لم يتجع ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يغفل منذ خلقته ولم يشتغل عن عبادتك طرفة عين هيبة لك وخوفا بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي دعاك به إسرافيل فأجبته والعرش على كاهله وهو فارش أجنحته لم يتجع ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يغفل منذ خلقته ولم يشتغل عن عبادتك طرفة عين هيبة لك وخوفا بذلك الاسم بذلك الاسم أسألك يا الله وأسألك باسمك الذي يسبح لك به إسرافيل فيقطع تسبيحه على جميع الملائكة عبادتهم لاستماعهم إلى طيب صوته وتسبيحه الروايات حدثتنا عن ذلك جمال تسبيحه يؤدي بالملائكة إلى أن يقطع عبادتهم وتسبيحهم ينصتون لجمال تسبيح إسرافيل وأسألك باسمك الذي يسبح لك به إسرافيل فيقطع تسبيحه على جميع الملائكة عبادتهم لاستماعهم إلى طيب صوته وتسبيحه بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي يسبح لك به إسرافيل في مقامه بين يديك بذلك الاسم يا الله دعاء مشحون بالأسرار العظيمة إلى أن يقول الدعاء الشريف يا من له الأسماء الحسنة بكل سلاسلها بكل مؤسساتها بكل تجلياتها بكل مراتبها بكل أعوانها يا من له الأسماء الحسنة في السماوات والأرض يا الله فكل ذرة في السماوات والأرض تدار من قبل هذه المؤسسات هذه المؤسسات هي التي تحافظ على وجود كل ذرة من ذرات هذا الوجود وكل ذلك تحت نظر المعصوم أنا لا أتحدث عن وجهه الظاهر إنني أتحدث عن وجهه الباطن عن الوجه الذي تخبرنا الزيارة الجامعة الكبيرة عن جانب من تفاصيله وذل كل شيء لكم يا من له الأسماء الحسنة في السماوات والأرض يا الله إلى أن يقول الدعاء الشريف يا من لا يؤدي حقه أهل السماوات والأرض يا الله وكيف نؤدي حقه ونحن أساسا لا نعرف حقه فكيف نؤدي حقه ما جاء في دعاء الافتتاح المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في شأن من شؤوننا في زاوية من زوايا هذا الوجود فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا فعندك يأمن الخائفون فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك مدلا عليك مدلا عليك مدلا عليك مدلا عليك فصرت أدعوك آمنا وأسألك أدعوك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك أدعوك أدعوك مدلا عليك مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنْيَ هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك التطول التفضل وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك كأنني أنا المتفضل عليك فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وَالتَّفَضُّلِي وَالتَّفَضُّلِي عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ جَهْلُنَا الَّذِي قَتَلَنَا وجهلنا بسببنا لو التصقنا بمحمد وأهل محمد لأنقذونا من جهلنا التصقنا بذول الغبران الثولان ففحلوا فينا ما فحلوا أتحدث عن غبران النجل وعن حوزة الجهل والضلال في النجل التصقنا بهؤلاء الخطباء الحمير ففعلوا فينا ما فعلوا ترجمة نانسي قنقر